عودة إليكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء الثاني من البلاد اليوم الذي يأتيكم مباشرة عبر قناة البلاد سنحاول أن نتطرق في هذا الجزء إلى الاحتفالية التي أقيمت اليوم على شرف رجال الصحافة الوطنية المكتوبة منها والمسموعة والمرئية وحتى الإلكترونية أين كان حوار وحديث لرئيس الجمهورية المجيد تبون مع الصحفيين والاستماع لانشغالتهم سنحاول أن نتطرق إلى أهم مدارة بين الرئيس والإعلاميين كما سنحاول أن نعرج ونسلط الضوء في هذا المناسبة إلى ازدواجية المعايير وازدواجية التقييم وازدواجية التعامل عند الغرب ففي اليوم العالمي لحرية الصحافة وحرية التعبير تشهد جامعات كاليفورنيا وغيرها من الجامعات فضل الاعتصام وكذلك اعتقال للطلبة حيث تفيد مصادر إعلامية بأن الشرطة الأمريكية اقتحمت جامعة كاليفورنيا وأطلقت قنابل دخان على الطلاب المعتصمين الذين يطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة أيضا الشرطة بدأت فضل اعتصام الطلاب من خلال إزالة الحواجز والخيام التي تم وضعها أو وضع المعتصمون واعتقلت عددا كبيرا منهم هاتيا النقاط وأخرى سأحاول أن أتطرق إليها رفقة ضيفي هنا في البلاطو محمد شريف ذروي المحلل السياسي والمختص في التحليل الاستراتيجي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا كريم وسهلا مشاهدين نعم بداية خليني أهنئك ومن خلال كل رجال إعلام ورجال إعلام ورجال الصحافة في يومهم العالم في يوم العالم لحرية الصحافة وحرية التعبير وأنت رجل تتحرك بين بلاطوهات القنوات الجزائرية فهنيئا لك ومن خلال كل إعلاميين أكيد أن هذه التهنئة متبادلة وأيضا لكل إخوتنا وزملائنا وأشقائنا وحبايبنا كما يقال من الإعلاميين يعني الذين أبانوا دائما على أنهم في الساحة دائما في كل القطاعات يقدمون الإضافة ونأمل دائما أن تتطور الأمور أحسن وأحسن لنتكيف مع ما يتغير في العالم حتى أصبح الإعلام محور أساسي لكل الأحداث محمد شيف دروي نتكلم اليوم الجزائر التي تحوز عدد من القنوات بعد دخول تجربة السمع البصري عدد أيضا من الجرائد الورقية التي ما زالت تصدر إلى اليوم عدد كبير من المواقع الإلكترونية لصحفيين خلينا نقول شباب خلينا نقول صحفيين جزائريين وأيضا عدد لا يقل على ثمن ألاف صحفي وصحفية في هذا الميدان خيرات تصغر بها الجزائر هذا الرقم من النحية العددية أنا نقول لك أنه مازال صغير وبعيد جدا جدا عن ما يمكن أن يكون في الجزائر من خلال هذه الكفاءات أو هذه الإنجازات ذات الطابع المؤسساتي نحن نتكلم عن التعداد من المورد الإعلامي المورد الصحفي المورد البشري للصحفيين ونتحدث حيثا عن العدد المؤسساتي لأن الجزائر مقدراتها كبيرة إمكانتها كبيرة وأهدافها أكبر وأكثر بكثير لذلك هذا الرقم حتى يتوافق مع التطلعات الكبيرة يجب أن يزيد أكثر وأكثر لأنه مهم جدا لأنه العدد لا يقاس بعدد المؤسسات في حد ذاتها ولا تقاس المؤسسات إلا من خلال مقدرات الدولة الجزائر كبيرة جدا في طموحاتها سواء على المشتوى الإقليمي والدولي هذا ما يحتاج العدد هذا نتحدث فقط من ناحية العددية نقول لك أنه الرقم مازال بعيد جدا كل البعد حول أهداف وطموحات الدولة إذا تكلمنا على العدد لكن بالمقابل نتكلم على الفاعلية الجزائر شهدت ترتيب وتنظيم عدة تظاهرات إقليمية دولية وعربية كانت دائما الصحافة الوطنية حاضرة لقيت إشادة من مسؤولي القطاع لقيت إشادة من رئيس الجمهورية في حد ذاته لقيت إشادة أيضا من مسؤولين أفارقة ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية نظير الجهود نظير التغطية نظير العمل وإبراز ما يمكن إبرازه من زوايا مظلمة في كل هذه الأحداث الإقليمية والدولية هذه الأحداث التي قام يعني الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بتغطيتها سوف نتحدث هنا عن الجانب النوعي الجانب المهني في هذا العدد الذي تكلمنا عنه نقول لك أنه قبل الإشادة لو تسمح عندما نطالع أو نتابع وسائل الإعلام الأجنبية التي تسمى وسائل إعلام دولية ووسائل إعلام ذات خبرات 200 سنة أو 150 سنة عندما تجد أنها تعتمد على المؤسسات الجزائرية أو صحفي من أمثالك على أساس أنه مرجع يصنف كمرجع لهذه المؤسسات أن تتحدث عن قيمة حقيقية أو هذه هي الإشادة الحقيقية للمهنية والاحترافية للمؤسسات الجزائرية رغم أنه ما زال الكثير الكثير كما قلت لك أمامها لتتطور أكثر عندما تتحدث عن رئيس الجمهورية أنه رئيس الجمهورية يشيد بالإعلام أنا أقول لك مثلا أنه نذهب إلى أي دولة في أفريقيا والدول الغربية إشادة رئيس الجمهورية بمؤسسات الدولة بطبيعة الحال سوف يعتبر ضمن ما يسمى التحفيز وغير ذلك ولكن أنا أقول لك أنه ما هو الإشادة الحقيقية لرئيس الجمهورية في الجزائر لوسائل الإعلام عندما نتحدث دوريا أصبحتم تتحدثون دوريا عن لقاء رئيس الجمهورية مع وسائل الإعلام لقاء يطبعه لو تقوم بتحليله قبل ما نقول لك على أنه هو الإشادة الحقيقية هو الإشادة الفعلية هو الرسالة الحقيقية على أنه فيه اهتمام فيه تناغم هو فيه ثقة في العلم بطبيعة الحال لأنه لا يمكن أن تتحدث عن التناغم إلا أن يكون الهدف منه الاندماج والتكامل وهذا لن يكون إلا من خلال الثقة من خلال وجود احترافية حقيقية تشرف السلطة العليا في البلاد حتى تندمج معها وتسير معها في البلاد للأمام وأن قل لك أيضا لو تلاحظ فقط تلك اللقاءات بعيدا عن أن جاء المحتوى الذي يتم طرحه على حساب الظروف الوطنية والدولية وغير ذلك سواء أزمات سواء أمور جيدة أو غير ذلك لتحليلها والنقاش فيها مع المسؤول الأول في البلاد خليني أقول لك أنه دائما يغلب على لو تقوم بعملية تحليل مجموعة الجلوس نحن لا نتكلم عن بلاطو في حضرة الرئيس أنت تتكلم عن يعني كأنك تتكلم عن حلقة حلقة لتبادل الأفكار لطلاقه الأفكار لو تشوف السؤال لم نسمع هذه مراحلة شخصية أستطيع أنه كتابتها واحد اثنين ثلاث لو تشوف طريقة طرح الأسئلة من طرف الصحفيين لم تعتمد على السؤال ذلك السؤال البسيط مثال سيد الرئيس الجمهورية هل سوف يكون فيه أسئلة تلقائية أسئلة عميقة أسئلة متنوعة أسئلة بطروحات أنت تتكلم على هذا والإجابة على غرار السؤال لكن بالمقابل خلينا نقارنوا هذه المقارنة مع مقارنة أخرى في ازدواجية في التعامل في ازدواجية في التقييم في ازدواجية في الحكم في ازدواجية في المصطلحات في ازدواجية في الممارسات عند الغرب اللي يقولون كل سنة كل سنة أصبحنا ننتظر تقاريرهم السنوية حول حرية التعبير حول حرية المعتقدات حرية الأديان حرية كذا هناك تضييق هناك خناق هناك سجن للنشطاء هناك سجن للرأي هذا كل اتهامات توجه إلينا بالمقابل طلبة يدافعون عن قضية عادلة وينافعون ويرافعون على شعب فلسطيني يقتل ويشرد أطفاله ونساؤه كل يوم في مسيرات تضامنية ومسيرات واعية ومسيرات طلابية نشوفوا فض ونشوفوا فض لهذه المسيرات بالقوة ونشوفوا اعتقالات ونشوفوا كيف تقال في هذه النقطة يجب أن نتحدث من خلال تحليل من عدة زوايا أنا أتفاض الزاوية الأولى هو الإعلامي وصحفي لازم يناقش عدة زوايا أكيد بطبيعة الحال حتى يعطي أصلا المصداقية لكل تحليله الزاوية الأولى أنا كشخص لم أؤمن يوما بمصداقية المنظمات الدولية خاصة عندما يتعلق في تقاريرها بالدول النامية أدات الطابع الاستراتيجي في مقديراتها المختلفة زيد خصصها أكثر بالدول العربية يلا الدول العربية وأخصصها أكثر الدول الفاعلة التي تمتلك حق الكلام وحق صوت المرفوع لأنها تمتلك سيادة كاملة لا يمكن أن تتحكم في خيوط اللعبة معها لأنه قلت مثلا أنه نيكسون في كتاب مذكرات نيكسون الذي يعتبر هو زعيم الذي يعتبر الأب الروحي للديبلوماسية الأمريكية في إحدى صفحات مذكراته ماذا يقول في الدول العربية كما تفضلت لا تهمنا مشاكل ولا أزمات الدول العربية بقدر ما تهمنا التحكم في خيوط تلك الأزمة أو تلك المشكلة حتى يديرها بطبيعة الحال على حساب توشيها على حساب أهدافهم أو مطامعهم في الدول العربية وعندما تحدث عن الدول العربية كلها دول فاعلة بتبعية الحال ولكن يبقى الميزان يختلف عندما تحدث الجزاء لا تتحدث عن دولة أخرى عندما تحدث الجزاء التي أصبحت ضامن حقيقي لصوت إفريقيا ضامن حقيقي للقضايا العادلة مدافع قوي جدا عن القضايا المصيرية كما تفضلت القضايا العادلة على قرارة القضية الفلسطينية الإعلام عندما يتحدث يتحدثون الغرب عن حرية الإعلام والصحافة وغير ذلك يجب أن تدرك على أن داخل تلك الحدود في حرية إعلام خارج تلك الحدود تختلف الأمور تماما لذلك قتلك من عدة زوايا أولا الزاوية الأولى هي الزاوية الخارجية التي تهمنا مثلا الموضوع الذي تفضلت كمثال فض هذه الاعتصامات وغير ذلك هو أصلا يتم التركيز عليها بهذا الشكل الكبير جدا للتغطية على الكارثة الكبرى لو تلاحظ أستاذي عندما اشتدت ضغط من طرف المنظمات الدولية سواء وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية الدولية بعد زيادة الضحايا من الصحفيين والإعلاميين تم مباشرة توجيه وسائل الإعلام للتركيز حول ماذا؟ حول الضحايا من منظمات الإغاثة الإنسانية حتى يتم التغطية عن القوة الفاعلة الإعلامية التي تحاول فك الخناق من خلال أن تكون جسر ناقل للأوضاع الداخل فلسطين ذكاء رهيب جدا يتم التعامل به في هذه القضية الآن كل ما يرسل لنا من صور فيه أهداف لا يمكن أن نستوعبها أنا أقول لك مثلا أني ركزت على زوايا معينة أو اكتشفت نقطة أو اثنين أو ثلاثة ولكن أنا متأكد أنه فيه سبعة وعشرة وعشرين زاوية أخرى لم أصل إليها إلا من خلال ممكن التشارك والتشاور مع مختصين آخرين حتى نتبادل الرؤى حتى ندرك ما يحاك إعلاميا للمنطقة والقضية الفلسطينية فأنظر ذلك الذكاء مباشرة لو تشوف أيضا عندما تم التغطية الإعلامية لخروج الشعوب في الدول الغربية ومنها أمريكا كانت تغطية عادية لكن الآن التغطية قوية جدا جدا وبتركيز كبير جدا جدا وترسل رسائل على أنه كما تفضلت فيه عنف في فك المظاهرات استعمال القوة فك يد السلطات الأمنية لاستعمال كل مطارة مناسب لفض هذه الآتسامات لأنه ما يحدث الآن داخل أمريكا ويتم تغطية إعلامية سوف أقول لك أكثر لماذا الموضوع يرعب إسرائيل يرعب مستقبل إسرائيل ويرهب أمريكا الآن أمريكا لا تتخوف من الشعب بقدر ما تتخوف من الشباب ولا تتخوف من الشباب بقدر ما ترتعب من الطلبة لأنه عندما تتحرك الطلبة في أمريكا طبق الوعي طبق المثقفة طبق الفاعلة القائدة هي الطبقة التي ستقود كل الفعاليات الأخرى والطبقات والشرائع الأخرى لتنطلق الطلبة مبقاش فقط في أمريكا انتقل إلى عدة مدان نحن نأخذ نحن نتكلم أكيد كما قلت لك القيادة طفن طلبة وطفن الجميعات مبقاش فقط في أمريكا لكن المعاملة الغربية للطلبة للإعتصامات للتظاهرات بقي نفسه التظاهرات أستاذي خليك أملك الفكرة أنا قلت لك هي تظاهرات قيادية لذلك انتقلت كما تفضلت إلى الدول الغربية وحتى العربية والإفريقية أنت تتحدث عن المجتمع الأمريكي شئنا أم أبينا هو الشعب رقم واحد في العالم هذا شيء واضح لا يمكن أن نتناقش به فهذه القيادية هي التي ترعب قتلك مستقبل أمريكا ما يحدث في هذه التغطية الإعلامية وهذه المظاهرات هو ما يرعب أمريكا اليوم ولكن الذي يتعامل مع هذه المظاهرات هو الفكر الصهيوني الموجود في أمريكا لا يمكن أن يتحرك الكونغرس ليقر بمثل هذه الممارسات هل سمعت على أنه اجتمع الكونغرس؟ الكونغرس كان يجتمع بمشرد أنه ممكن وفاة صحفي أو طالب أو ثنين الكونغرس يرى كل هذا أعضاء الكونغرس يرون كل هذا لم يتحرك ولو حتى بإبداء بيان من أي عضو هذا الدليل على الإزدواجية لما؟ لأنك الآن تتكلم عن ما يسمى السامية لأن هناك أصوات كثيرة تقول مثلا لماذا الجزائر ما فيهاش مظاهرات ما فيهاش هذه التظاهرات ما فيهاش الطلبة يخرجوا أنا أقول من هذا المنبر بأنه التوافق والتناسق بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي يخليه ما يكونونيش مظاهرات لماذا احنا نديروه؟ المظاهرات متى تكون؟ المظاهرة ضد النظام لا يؤمن بهذه القضية لو تسمح لي أنه نوضحوها أكثر نعم تفضل لماذا تخرج المظاهرات في أي دول من دول العالم؟ على اعتبار أنه فيه يعني تباين بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي يكون منغمس ضد الموقف الشعبي وينصهر مع الطروحات الغربية الصهيونية أو رافض لأي شكل من أشكال التدخل ويمارس ممكن تحت عنوان الحياد أو غير ذلك ففي الجزائر لا يوجد فيه اختلاف ولو طفيف ما بين الرغبة والفكر والمعتقد الشعبي أو الحكومة الجزائرية بل بالعكس الحكومة الجزائرية تبدي اندفاع كامل السلطة السياسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى أنه نقول لك أنه مجلس الأمن الدولي لم يعد يأخذ راحة حتى أيام نهاية الأسبوع على اعتبار أن الجزائر تضع اليوم مشروع بالغد تنتظر النتيجة لم تكن فيه نتيجة بعد الغد تطع بيان بعد الغد تطالب بتصريح بعد الغد تطالب باجتماع جمعية عامة الجزائر لم تهادن كما يقال لم تهادن في القضية الفلسطينية ممكن في أمور أخرى الجزائر تنتظر المجتمع والمنتظم الدولي يتحرك هذه صراعة هذا شيء واضح لا يمكن أن نتكلم أن نقول مثلا أن الجزائر تتكلم عن قضايا أخرى سواء عربية أو أفريقية أو دولية بقدر ما تتكلم الآن على الفلسطين لأنه تدرك أن القضايا الأخرى هي قضايا تهم المنتظم الدولي بشكل متغاير نسبيا ولكن القضية الفلسطينية فيها سنفين مع أوضر لذلك الجزائر تدافع بمبدأ القناعة الذاتية لا تنتظر لا دولة داعمة ولا دولة مرافقة ولا غير ذلك أنا أحبت أن نقول باللي ما لازمش يتغنوا علينا وقولونا باللي ما رانش نشوف في مظاهرات وأنتم تدعمونا القضية الفلسطينية يا أستاذ الكريم نحن من يريد أن يتكلم أجانب وأنا أقول لك أنه فيه بعض ما يسمى الذباب الإلكتروني لدول مجاورة أو غير ذلك تريد أن ترشل أفكار معينة في هذه في القضية الفلسطينية أنا أقول لك أنه أصغر شاب ممكن خمسة شمسة شمسة سنة ممكن لا يثقن العربية الفصحة 100% أو اللغة الفرنسية مجرد ما أنه يقرأ كلمة مثل هذه أولها يضحك ثم أو ثانيها أكرمكم الله ممكن تسمع كلام جارح لمن يتكلم بهذه اللغة بهذه اللغة التي تشكك سواء في الحكومة الجزائرية والقيادة السياسية أو الشعب الجزائري في هذا الموقف هذا الموقف لاختلاف فيه لأنه الصغير الذي ممكن حتى تم تسرب من المدرسة في سن مبكرة عمره 15 سنة لا يدرك حتى في الخريطة الجغرافية لو تقول له أين دولة فلسطين والله لن يجدها ولكن ببساطة أنه تجده يحمل الأعلى العلم الفلسطيني والعلم الجزائري وتوجه إلى الملعب نهاية الأسبوع فقط ليدعم فريق أي فريق بفكر بفكر ثوري حقيقي على أنه كل فرحة يعني يجب أن يكون فيها تذكر نعم صحيح مازال دقيقة من النقاش نعود دائما إلى المناسبة وهي اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا الاحتفال الذي أقيم اليوم وقيمه على شرف الصحفيين والإعلاميين الجزائريين ما الذي يمكن أن نستدركه بالنسبة للإعلام الجزائري اليوم حتى يصنع ويلعب دورا في ظل المتغيرات الدولية في ظل ما تعيشه الجزائر من تشويش ومن تشكيك والله شدقا وفي ظل ما يعرفه العالم كله من استقطاب وحدية وندية والله شدقا ليس لأنه ممكن يعني بيننا علاقة يعني بحكم الممارسة وغير ذلك والله صدقا شكرا على هذا السؤال نحتاج الآن فقط كلمة واحدة عنوان واحد ولكن تحته عمل كبير أن تكون فيه تكامل بين المؤسسات الإعلامية بشكل كبير جدا جدا لا نعتمد على تداول الخبر نقل خبر من جهة إلى المواطن أو نقل قرار أو بيان لرئيس جمهورية أو وزير أو مدير أو أي شيء إلى المواطن يجب أن تكون فيه كتلة إعلامية متكاملة متناسقة مندمجة تحت كل هذا العنوان يوجد فيه مخطط استراتيجي للعمل على شقة على يعني مرتكزين أو هدفين سمي كما شيء لا ثالثة لهم وكل الأمور تصبح ثانوية نعم كلها تصبح ثانوية رقم واحد زيادة مستويات التوعية للمواطن والشعب الجزائري بما فيهم نحن لا نقول أنه نحن أوعى من الشعب كلنا نحتاج إلى وعي لأنه يعني من يخطط لنا من يعمل ضدنا يتزايدون من يعمل ضدنا خاصة في ظل هذه الثورة التكنولوجية الرهيبة يتناحر كل العالم ليست الجزائر في منأة عن هذا ممكن نحن يزيدون علينا النقطة الثانية على أنه يكون فيه برنامج عمل المرتكس الثاني لأن تكون المؤسسة الإعلامية حقيقة هي الفلتر وهي الواجهة الصد لكل إنزال لكل إسقاط لكل إرسال إعلامي نحو الجزائر تكون هي واجهة الصد لا ننتظر فقط أن الشاب ينغمس فيه مثل هذا أو يكون هو يقوم بتحليل أو غير ذلك تكون على الجهتين مؤسسة مؤسسة شمولية إعلامية للتوعية الشعبية أو المجتمعية قد تسميه كما شئت الثانية تكون جدار صد حقيقي أمام الإعلام القوي جدا لأن الجزائر في ضل هذه الأوضاع الدولية هي ليست بعيدة ولو شبر واحد عن ما يخطط لباقي الدول الفاعلة كما قلنا في بداية ويستظل الجميع رجلا واحدا من أجل الدفاع عن هذا الوطن وجدد لك التهنيئة ومن خلالك لكل الزملاء كل سنة والكلمة الحرة حرة إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا العدد من البلاد اليوم إلى معيدا آخر ترككم في رحية الله وحفظه سلام ترجمة نانسي قنقر